يقول ما الحكم في رجل قال لزوجته قال لها الله لعنك لكسرة شجارها معه هذا أراه يأثم فالمؤمن ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء وكثير من أهل العلم يمنعون لعن الشخص المعين يمنعون لعن الشخص المعين والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم ملعن فلانا وفلانا نزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون والله أعلم